قبل ما فيه جاءك البيان التالي في اللحظة اللي احنا قبل ما نتكلم فيها في الموضوع قولنا ايه اللي جاء لك حفل زابست اللي بينظمه الاتحاد الدولي الاختيارة الافضل على مستوى العالم هذا العام اسفر عن فوز زين الدين زيدان اسطورة ريال مدريد بجائزة افضل مدرب في العالم عن عام 2017 بوفن الايطالي الاسطوري احسن حارس مرمى جمهير سيلتك الاستوكلاندي جمهير سيلتك الاستوكلاندي احسن جمهور عن دخلة مميزة لها جدا كريستانو رونالدو افضل لاعب في العالم الهولندية ليكي مارتنيز افضل لاعبة ده اختيارات زابستة حتى الان يمكن حتى فريق الاحلام في حراسة مرمى بوفن والسلاس الهجوم في فريق الاحلام لمار وميسي ورونالدو ما يعني استمرار المنافسة بين هذا الشلاس الزهبي اللي حسمها في النهاية لصالحه قال اسطورة كريستانو رونالدو كاحسن لاعب في العالم مختلف مختلف انا مختلف انت مختلف ولا هو انا مختلف عنه عليه مختلف عليه مش على قيمته لعيب فز وبيعمل فارق مرعب ولكن الحقيقة ميسي الا اذا كان بقى الشهرين اللي فاتوا دور مش في حسابات المسابقة لان الشهرين اللي فاتوا لقى ميسي بيلا منافس عامل فارق معنا دي ومع منتخبه وحاجة لوحده بيغرد بقى له اكتر من شهر ونصة لشهرين بيغرد لكن كريستانو انا بقى دلوقتي احبه اكتر من ميسي لان له مواقف انسانية رائعة رائعة معانا يعني الراجل ده دمه كده بحر متوسط يعني الظاهر انه قربنا بس من بعيد لانه بيتعاطف في مواقف انسانية هيلة جدا بيتعاطف مع القضايا الصح زي قضايا الفلسطينية بعدين شكله حيجي مصر قريب عارف الخبر دول ايه ايه با يقال يعني الله اعلم ان ابو هاشيم حياخد اخته اه اتتزوج اخته اه او خطبها او حيخطوبها اه ويا بخت من ابو هاشيم ابو ناس طيب انت يعني قبل نتاج زي بست كنت بتقول ان لا ميسي ميسي الشهرين اللي فاتوا بالنسبة لي مالوش منافت لكن على على سانة فاتت اه انا معك